بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يطور نفسه سواء من الأمور المادية أو الأمور المعنوية وخاصة الأمور التي حثن عليها الله سبحانه وتعالى في كتابه وحثن عليها النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أحبتي اليوم ميزان الناس عموما وأقلبهم والناس الذين يكونون ممن تصدروا المكان العالي عند الله سبحانه وتعالى أو الذين يشار لهم وجهاء المجتمع أو صلحاء المجتمع اليوم الميزان أحبتي في الله عز وجل هو قضية الأخلاق التي تصدر من الإنسان أو السلوكيات التي تصدر من الإنسان وهذا الأمر هو بإذن الله سبحانه وتعالى يقيم الإنسان في هذه الحياة ولذلك أحبتي لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دني على عمل يحبني الله إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس والله هذا يعني توفيق من الصحابي رضي الله عنه أنه يسأله سؤال ويكون هذا الأمر يحوز فيه خير الدنيا ويحوز فيه خير الآخرة والله يا أخواني بعض الناس يعني يوفق الله سبحانه وتعالى بعض الناس على باله يعني لو تخلق بإخلاق الجميلة أو الأداب الشرعية التي أخذناها من كتاب الله أو سنة النساء السلام يظن التزام بالإخلاق أن معناته يعني لا كرامة له أو أن مثلا لا شخصية له أو يظن أن الناس سوف تأخذ حقه أو يظن أن الناس أن هذا ضعف الشخصية وهذا والله كلا إنما هذا إن هذا الإنسان الراقي صاحب الخلق الجميلة صاحب الأداب الجميلة التي دلانا عليهنه صلى الله عليه وسلم إنما هو أنا أتعامل مع الله سبحانه وتعالى قبل أن أتعامل معكم أيها البشر هذا لسان حاله ولسان حال الصالحين أو لسان حال الذين يرجون ما عند الله سبحانه وتعالى ولذلك أيها الأحبة نحن في هذه الحياة حتى نرتقي بالأخلاق الجميلة وحتى نرتقي بشيء قد دلانا عليهنه صلى الله عليه وسلم وفيه سعادة للمرء في هذه الدنيا وفيه سعادة للمرء في الآخرة وهذا من العمل بإذن الله سبحانه وتعالى قد نسميه عبادة منسية ألا وهي قضية الحسن الخلق ولا داب الجميلة والله كل إنسان في هذه الحياة ما تغيد بخلق النبي صلى الله عليه وسلم أو أدب دلانا عليهنه صلى الله عليه وسلم إلا وجدتم منه هذا الرجل قد كتب الله له من الخير العظيم قد يسر الله عز وجل له أمور الحياة قد وفقه الله سبحانه وتعالى أن ما يشوف من الناس إلك الخير وأن يجد أثر ذلك في قلوب الناس ويجد أثر ذلك ثناء الناس عليه محبة الناس له كذلك يعني تعاون الناس معه لماذا أيها الحبة وما هذا الشيء الذي يعني كسب قلوب الناس ألا وهو حسن الخلق أيها الحبة والأخلاق الجميلة والآداب التي تسره عند الله سبحانه وتعالى ولذلك يا حبتي في الله عز وجل الله سبحانه وتعالى قد أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنك لأ خلق عظيم والله يا أخواني أن هذه كلمة عظيمة الله سبحانه وتعالى قد أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه آية نقرأها ونأجر على غراءتها وفيها مدحه للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك أيها الحبة هذا الأمر يعني أثنى الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب تخلقه بأخلاق الجميلة بسبب تأدب النبي صلى الله عليه وسلم مع الله سبحانه وتعالى تأدب النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس عموما ولذلك لو وجدنا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الكرم وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم أكرم من الناس من ذهبوا إلى قضية التواضع وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الناس في قضية التواضع من جهة الكبر وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا كبر له ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان صفة النبي صلى الله عليه وسلم التواضع وإذا أتوا إلى الشجاعة وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس عند الله سبحانه وتعالى إذا أتوا إلى قضية الكرم الضيف وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم كان يعني يكرم الضيف ولا يرد أي سال لماذا أيها الحبة هذا هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم حياكم الله وأخوه المشاهدين وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملنا وإياكم الأخلاق الجميلة وأداب الشرعية الراغية هذه الأداب التي قال عنها العلماء هذه الأداب التي بإذن الله سبحانه وتعالى ما تمسك بها إنسان مسلم يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى إلا وأمتازه بأمرين الأمر الأول رفع له في هذه الحياة وكذلك تفخيل الموازين عند الله سبحانه وتعالى ولذلك أحبتي في الله عز وجل الأداب التي نحتاجها في حياتنا والله ما في أمر معين من أمور الحياة إلا ويوجد له أدب وهذا الأدب الذي دلان عليه الله سبحانه وتعالى في كتابه وأخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم خلال سنته وكذلك طبقه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة رضي الله عنهم طبقوها إذن الأدب اللي نحتاجه أحبتي في الله عز وجل أن يجتمع في الإنسان خصال الخير خصال الخير عموما أي خير أي تصرف أي سلوك يصدر منك وفيه خير هذا هو الأدب الذي دلان عليه النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي لا تتكلم إلا بخير ولا تسكت إلا عن شر لا يصدر منك أي أذية للناس ولا يصدر منك إلا كل أمر يسرك عند الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم امتاز على الناس بسبب خلقه الطيب وكان عبد الله بن سلام حتى قبل أن يدخل بالإسلام وكان رجل من اليهود وكان حبر محبار اليهود قال والله أول ما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم وأول مشاهدة له قال والله عرفت أن وجهه ليس بوجه كذب ويشهد للنبي صلى الله عليه وسلم ثم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم بعض الكلمات البسيطة ولكن معانيها عظيمة كلها تحث على قضية البناء الأخلاقي لدى الناس ولذلك أحبتي في الله سبحانه وتعالى اليوم الإنسان يعني يذكر بين الناس سواء في المجالس ويذكر بين الناس سواء كان يعني في العمل ويذكر بين الناس حتى ما بين الأقارب وأحيانا يذكر هذا الإنسان حتى ما بين الأصدقاء أحيانا يذكر حتى في مكان اللعب الملاعب والنوادي والله الإنسان لا يذكر بالخير ولا بسيرته الطيبة إلا بخلقه كم من الناس والله لا نعرف ولا يعرفون لما يتوفاهم الله سبحانه وتعالى والله يقولون مات اليوم فلان من الفلان هذا يقولون فلان كان كريم الخلق فلان كان عظيم الخلق فلان كان والله ما يصدر منه لك الأخلاق الجميلة فلان المتواضع فلان الذي يساعد الناس فلان الذي كان يتعاون مع الناس فلان اللي قلبه طيب فلان الذي يعني والله ما تسمع إلا كل كلمة تسر تسر الناس والله ما منه عرفناه عرفنا والله ما سمعنا منه إلا أخلاق جميلة أخلاق عظيمة أخلاق يعني عالية والله شفنا الناس وعشر الناس ما شفنا مثل فلان والله ما رفع مكانته وأخذ الناس وأثر ذلك أن الناس سنعيه بالخير والله يعني إذا كان حي يقول الله يوفقه الله يسعده الله يفتح عليه يعني الله يبيض وجهه الناس يذكر بالخير لماذا؟ لأنه حتى لو ما يعرفه وذكر بالخير والله يعرفه ولما يعرفه بس يدعونه بالخير وهذا نتيجة لي أدابها الجميلة أخلاقها الجميلة جمع الناس تبي من عندنا أعداب جميلة تبي من عندما تقعد مع الناس وتأخذ وتأتمعهم نتأدّم معهم الأداب التي اكتسبناها من خلق النبي صلى الله عليه وسلم الأداب التي أخبرنا عنها الله سبحانه وتعالى في كتابه الأداب التي كان يمارسها صلى الله عليه وسلم هذا الناس الذي تبيه أما الناس تتباهى في غضية الجاه وتتباهى في غضية المال وتتباهى في غضية المكانة السياسية أو المكانة الاقتصادية أو المكانة التربوية لا والله والله مكانتك ترفتفع وتنزل والله بالأمر الأخلاقي البناء الأخلاقي هذا البناء الذي بإذن الله سبحانه وتعالى هو يرفعك عند الله سبحانه وتعالى بل ويرفعك عند الناس وهذا والله سبب السعادة المرء في هذه الحياة والله إن الإنسان يفرح وإن يشرح صدرة إذا علمه أنه والله أمس ترى ذكروك في المجلس الفلاني في الديوان الفلاني أو في العمل الفلاني ذكروك الناس بالخير واذكروا طيبك واذكروا ما شاء الله حسن الخلق اللي عندك اذكروك ما شاء الله اعرفوك أنك ما شاء الله رجل ونعم فيك والله واخلاقك الجميلة وصفاتك العظيمة والله ما يذكرك الناس إلا على هذا المبدأ وإلا إذا تنظر إلى المبدأ المالي أو الجهة الاجتماعي أو الجهة الاقتصادي أو الجهة السياسي لا والله هذا لا يسمن ولا يقني من جوع ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس أنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم طيب الكلام بوسط الوجه وطيب الكلام هذا الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم